الآن جاء الدور لنتعرف على الشركة أكثر والحقيقة أن بعض الناس يسكنون منطقة الدهشة يجيدون استياد الأفكار يقفزون بين الأيام فيرون ما لا يراه غيرهم من هؤلاء الأستاذ محمد كامل على الصعيد الشخصي أنا شخصيا أحبه وأراهن مغمض العينين على أي شيء هو فيه محمد كامل تجسيد للنجاح والكفاح لا حدود لديه للأحلام يعرف العمل والإنجاز أكثر من الكلام رحبوا معي بالأستاذ محمد كامل رئيس منجلس إدارة شركة القلعة الحمراء أنا أخذ نفس بس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم مننا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني مساء الخير على حضراتكم معلي الوزير كابتن خطيب المجلس إدارة النادي الأهلي يعني لحظت بالنسبة لي ناس كتير من اللي عاديين عارفين كويس قوي الوقفة اللي أنا وقفها دي معناها إيه والوقفة اللي أنا وقفها دي اشتغلناها بقنا قد إيه إحنا بقنا في المشروع دي يا جماعة حوالي سنانتين ونص سنتين ونص وإحنا شغالين على الحلم ده محدش فينا كان عنده شك أنه حيوصل للمرحلة دي أبدا لكن كنا كلنا نفسنا نحقق الحلم ده إن إحنا نوصل للمرحلة والوقت والنقطة دي كل سنة ونطيبين أنا متأكد أن كل الناس الموجودة حيدوني كل الأعذار في أن أنا ما بقاش شاطر قوي في أن أنا عارف أتكلم النهاردة في وسط المكان الجميل والجمع الجميل الرائع ده وحتستحملوني شوية أنا متأكد يعني المشروع ده بدأ بخطوة كبيرة جدا إنه إزاي جمهور النادي الأهلي العظيم ما يبقاش عنده ستات والفكرة بدأت من فترة طويلة جدا وأخدت وقته طويل جدا وبالطبع لازم في البداية طبعا هنبارك للنادي الأهلي على البطولة الـ 12 ونقول الجملة الكلاسيكية اللي هنقولها المستر كوبر المستر كولر وحينسوا كل حاجة وحيبدأوا يسألونا ويقولونا إمتى حنروح نلعب في الأستاذ عشان كده التحالف شايل كتير جدا 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 التحالف ده يا جماعة علشان يتعمل أو يتجمع أخذ مجهود كبير جدا 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 ومناقشات كبيرة جدا مع كابتن محمود الخطيب في أكتر من سنتين كنا بنسابق الزمن إحنا وكل التيم اللي معانا وكان الكابتن محمود بيحارب الزمن وممكن قالها المشموهندس أيمن إحنا كابتن محمود وممكن أخويا عصام العورجاني ومعلي الدكتورة داليا خرشد سافرنا كان مرة للكابتن وكان الكابتن زي ما قال أيمن بيه مصر لا تعالوا يا كابتن حراك عندك معادي نتخالوا كابتن نروح لبلد نستنى عند الدكتور علشان خاطر نعمل الاجتماع ويقعد في الاجتماع بالتلات أربع ساعات أنا طبعا عشان ما زعلش الكابتن أنا عندي كمية صور بالعكاكيز وكل حاجة والكابتن تعبان وكنا بصراحة بنشفخ جدا على الكابتن لكن وأنا على مدار كل شغلي مع كابتن محمود بفترات طويلة اللي فاتت لقيت فيه إسرار كبير جدا على المشروع ده المشروع ده اتعمل وتكون من نرحب السادة المستشار محمود السادة المستشار محمود فاهمي ويمكن النهاردة ما بنتكلم على شركة القرعة الحمرة والناس ما خدتش بالها برضو من جملة وأنا كنت مبسوط جدا أن كل إخواتي الموزعين ما قالوش الكلمة الموجودة في كل حتة هنا إنه مشروع القرن المشروع ده هو مشروع القرن الحقيقي المشروع اللي جمهور النادي الأهلي اللي هو صاحب المشروع معمول ليه أنا كشخص بشتغل يعني في الكوميرشل وفي التجاري جدا جدا أنا شخص ببراهن على جمهور النادي الأهلي أعظم جمهور في الكون اللي دايما في ظهر النادي من مية وعشرين سنة نستيجي ونستمشي ونستروح وفي الآخر بنلاقي جمهور النادي الأهلي هو الدرع وهو السند اسمحوا لي بس أقول حاجة أنا يعني ما نش لعيب كورة وما لعيبتش كورة قبل كده لكن العبد لله عنده شوية معزة صغرين عنده جمهور نادي الأهلي المعزة الصغيرة دي جات معايا بطبطبة جمهور النادي الأهلي علي جمهور النادي الأهلي طبطب علي وقت ما هو حبي طبطب علي ومن الطبطبة دي أنا جاي النهاردة عشان أسد دين لجمهور النادي الأهلي الوقفة اللي أنا وقفها النهاردة وكل زميلي في التحالف حطوا المسئولية على نفسهم علشان خاطر جمهور النادي الأهلي العظيم وهو هو نفس الجمهور اللي طبطب عليك وقت ما انت محتاج هو هو نفس الجمهور اللي مش هيسيبك خالص وحيسألك كل يوم أخبار مشروعك إيه عشان كده بقول كل إخواتي في التحالف احنا هنتسئل يا تروجن هنتسئل يا عصامبي أبناء سينة هنتسئل مصرية المشروعات هنتسئل يا مجموعة الاستشاريين احنا هنتسئل وزي ما يا شريف قال أنه أنا أعتقد هنا معانا البنك الأهلي ومعانا فاب ومعانا بنك القاهرة كلهم موجودين استلفوا مئة جنيه علشان خاطر يوم الإنشاء احنا هنتكلم في 12 مليار جنيه يا داليا هانم حضرتك اللي 12 مليار عندك انتي فال12 مليار دول ان شاء الله حجم المشروع ده كله حيبقوا موجودين وكل القامات العظيمة الموجودة النهاردة دي اللي أنا بأشرف أن أنا يعني كنت سبب في اختيار هذه المجموعة القوية علشان تبني استاد النادي الأهلي وتبني المدينة الرياضية ويمكن معاه للوزير ووهو ما بيزعلش مني أن أنا أقوله ويقوله دايما أنه صنايعي كوميرشل أراها على طول قال لك الاستاد بياخد مدة شوية فراحهم جايبين مستشفى يعني وبصراحة الرجل أراها على طول وقالهانا فعلا احنا عملنا كومبونة متكامل مش بس استاد علشان نحقق في الفاينانشال موضل الشيء الحقيقي جدا في الشغل أنا نفسي أطول عليكم بس مش عايز أصدعكم أكتر من كده الاستاد ان شاء الله حيقام على الثلاثة واربعين فدان يزيدوا شوية يقلوا شوية حسب الظروف عندنا مستشفى عندنا جمعة رياضية عندنا مدرسة رياضية ويمكن دكتور طريق شوقي مش موجود النهاردة وعدنا وعد كبير جدا في الجمعة والمدرسة إن شاء الله عندنا فندق وعندنا مدحف كل أعضاء التحالف الموجودين إن شاء الله بإيد واحدة هنعمل شغل يبقى لبلدنا بشكل كبير جدا مش هنقدر نشتغل من غير الدعم الكامل والمتكامل من مؤسسات الدولة ومن القيادة السياسية اللي احنا بنشكر طبعا سيادة الرئيس على الطفلة الرياضية اللي اتعملت خلوني أقول بس جملة ممكن احنا جلنا توجيه كده والمهندس هاني ويدا موجود معنا النهاردة في ست شهور أما انسحب دولة انسحبت في موضوع كاس أمم أفريقيا وفجأة مصر عايزة تقدم فطبعا كلنا كان لسه موضوع البنية التحتية طبعا استادات هتتعمل وا 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 وفي ست شهور بقيادة السياسية الرائعة حققنا كل ده وان شاء الله بنفس السياسة وبنفس المبادئ ان شاء الله هنحقق كل ده التصميمات والدزاين ويمكن ايمن بيه أسهب في حاجات كتيرة خاصة بالشغل اللي هيتعمل في الاستاد وحاخد فقرة سريعة جدا ان انا اشكر دكتور دكتور بهاء علشان خاطر الشغل اللي يتعمل واشكر خالد بيه سرسيوم على المجهود القانوني الرهيب جدا ويمكن ايمن بيه لطيف جدا جماعة انتوا شفتوه انا نفسي حبيته جدا في الكلمة اللي قالها لو شفتوه على الترابيزة ايمن صعب جدا على الترابيزة انا شايفه النهاردة مشاعر مشاعر ما شفناش خالص ايمن بيه على الترابيزة صعب شوية اخونا حازم اخونا الجميل اللي عارفين لما تكلم حد في التليفون وتبقى متأكد ان انت عطوه تصوت وتصرخ وهو يعود يهديك دكتور سعد شربي مجلس ادارة النادي الاهلي انتوا مش زنبوكوا انتوا ما بتتكلموش في الاعلام المجلس ده يا جماعة بيتعب جدا 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 وبيشتغل جدا 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 وانا اتمنى لانه المجلس مش دايما بنشوفه في الاعلام ولا بتكلم انا حقيقي تسمحوا لي ان انا احيي مجلس درطان النادي الاهلي واخيرا انا اخر يوم الله يرحمه اخونا العمري كان تليفون بيني وبينه في يوم المستشفى الصبح يوم تعب كنا بتكلم معا في شوية حاجات ليه علاقة بعقد الاستاد الله يرحمه كان واقف جامد جدا جدا معانا الله يرحمك يا عمري اخيدا انا عايز اقول اخر جملة لجمهور النادي الاهلي كان الجملة دي انا قلتها وكمان شوية بعد فترات شوية صغيرة شهور قليلة جدا 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 انتوا حتشوفوا ان جمهور النادي الاهلي هو اللي حيبني استاد النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم هو اللي حيبني الاستاد وحيبقى زي ما هو ايقونة في العالم كلها حيبقى ايقونة في ده ده ليهانم انا بشكرك جدا على الدعم اللي انت عاملها معانا ربنا يبارك لك كل اخواتنا اللي بيشتغلوا معانا وكل الناس اللي وقفوا معانا اخيرا انا كان عندي اكتماع مجلس ادارة اللي انشوفتوه حاولت قدر الامكان ان انا ما عودش على رأس الترابيزة لاني ما كنتش احلم ابدا ان نبقى قاعد فوسط القامات اللي كانت موجودة في زمائل اعضاء مجلس ادارة شركة القلعة الحمرة اسمحوا لي احيي اعضاء مجلس ادارة شركة القلعة الحمرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر ويتم نعبته عليك ويهديك سراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم السلام عليكم